عيدكم مبارك إن شاء الله عيد سعيد عليكم أجمعين أهلي وقرايبي ببغداد والعراق كله إن شاء الله يعود عليكم بالخير والسلامة وعلى المسلمين أجمعين والأمة العربية وأتمنى لكم إنه تصافون بالعراق وتتحدون وتكونون يعني أيد وحدة وتركوا كل الأشياء الطائفية ومطائفية وإن شاء الله تكونون بخير وسلام أجمعين كل عام وكل سنة وأريد أهم شيء تكونون يعني أهم شيء الصحة والعافية وراحت البال هاي أهم الأشياء أهم من كل شيء شوفوا يعني وأخص بالسلام صديقاتي وخاصة صديقتي أخص بالسلام الجزائرية لبناء اللي هي كلش حبابة ومقربة إلي ودائما انتسال علي وفية ومخلصة وأخص بالذكر أمها مثل أمي يعني إن شاء الله تكون بصحة وسلامة كل سنة وكل عام وصديقتي هاي الجزائرية الجزائرين كلش يعني أحبهم حبيتهم من ورا صديقتي الجزائرية لبناء لأنه مثل العراقيين تقريبا أهل كرة موجود وناس مخلصين وأوفياء هس شوفوا هاي حديقتي كانت بالشتة حربانة فدمرة يعني تلفانة الفيل تلفان والورد كلها راح تقريبا ما مات بس الجزور باقية الفيل والزرع كله بس هسا انتعشت تساعدنا تقريبا لحي بدي الصيف خلص الربيع ولحي بدي الصيف فهي شوفوا هاي ذني أكثرهم يعني أنا زاعتهم وأنا اعتنيت بيهم هاي اللي تطلع ورد أحمر وأبيض لسا بعد ما نفتح كلش هذا جنبودي يصر كل وردها الكبر كلش حلوة تأجبني هاي الشجرة وهاي السنادين طبعا شارت كل سنة اشتري سنادين بها الزهور أنواع وأشكال الزهور حلق السبع والقديفة والقرنفل والهاي بس كل سنة تقريبا بالشتة يعني بالبرد وبالهاي يموت يعني الورد بالسنادين هاي تينة زرعتها ما صار لهواية صار تقريبا سنة ونص أول سنة حملت وكن منها بالصيف طبعا يطلع هاي ظلت بالشتة مثل العودة ويسا رجعت انتعشت وطلعت الوراء يومية أزقيهن وهاي بالشتة طبعا كل ثلاثة اربعة تيام أزقيهن مورة لأشجار بس بالصيف حسا قمت تقريبا هسا بدأ الصيف وبدأ الحار قمت أزقيهن يومية هاي هنا نزار عنعناق وهاي ورود وزهور هذا البنفسجي البنفسجي اللي يطلع ورد بنفسجي هاي الشجرة هما حبها قلمناها هواية بالصيف كانت هاي شي لهنا جاية فقلمتها وقامت يعني يطلع بيه الورود هواية بعد أكثر كلش حلوة يعني وهاي هنا هم سنادين هاي سنادين هذا البنفسج وهاي الشجرة ما هي لقد تعجبني مدرش شون ابني جاب ثنين وزرعناها هاي بعدين الصورة عالية بس دائما دا يعني نقلمها بس هاي شجرتي المفضلة اللي بيها اللي هي باع كل القداح مقدحة منا هاي مقدحة كلها وإلى فوق وهذي من ما تيجي هوية قوية من يصير القداح يظل كله بس من تيجي هوية قوية أكثر يعني القداح يروح بس إن شاء الله هالسنة ماكو هويات هس يعني وقت القداح وامد قدح بعدين يصير كل نومية هالكبرى كبار نومي وكله مي يعني نومي جيد ممتاز نوعية جيدة هاي هنا هي شجرة رمان أنا يعجبني رمان رحت منهم ديبو مليكيت والله رمان وهاي شجرة الورد هواية ورد تطلع يعني بالربيع وبالخريف كلش هواية ورد هاي هنا هي شجرة دفلة هاي صر كلها بيضة وهاي دفلة صر كلها أحمر لون أحمر وهنا هذا الزرق اللي هذا الورد اللي صغار يكون بنفسجي لونه على أحمر وهنا أنا مزارع أي شي هاي ممار مع باب الحديقة نفتحها من إذا يجي فلاح هاي ثان سوي مناسبة بالحديقة وهي هنا التبريد وهذا الورد البنفسجي كان هنا حلب السبع وقرنفل وقديفة كل شبه مات فقلت للفلح كل شي لبقى هيت بقايا ما لهذا البنفسجي وهاي هنا نقعد مرات مثلا مغربية أو بالليل كلش قليل نقعد بالحديقة الثيل يراد له يعني شوية قاس هو انتعش وصار زين بس يراد لقاس ويراد له نمثر له من هذا اللي يخضر الثيل شوية قسم منه بقليل صفار هاي هنا بعم تدله هنا هذا كلش يعني صيره يوج من هو والبنفسجي باكل البنفسجي هنا الباربيكيو احنا عازليها بجهة معينة من نسوي شوية نبقى كباب أو سمج أو أي شي بهاي المنقلة هذا همبرغر ومدرشينو بهاي الباربيكيو وهم نسوي الدجاج وهاي وهاي هنا فاسحاني ما زارع بيهم بلطة لأن يوقفون يوقفون بني شوي مرات هاي هنا نعناع زارع وزراعة ريحان بس ريحان ونعناع ما زرعوا هاي أشياء وخيار ومدرشينو فجلو هاي مد في دولة الحديقة هي مو بستان وكل شي موجوده رخيص متوفر بالسوب فعني اعجبني ثيل وأشجار زهور يعني الأشجار وأشجار مثمرة في الدفنينة أو تلافع هاي النومية والش اسمها هاي التين التينة تطلع تينة أحمر كلش طيب وارد أزرع لو هنا لو هناك هنا شجرة وهناك شجرة أزرع يمكن رمان الرمان لأنه قليل وغالي شوية في يعني زين الرمان واحد إذا يزرعه ويجوز أزرع لو برتقال لو لا لنقي مثل هيك الشي أو يعجبني آني الرمان والرارنج بس مدى ألقي لا رمان ولا رارنج بمدينتنا مدري ليش جوز بغير مدن أخرى ويعني هاي المرجوح أنا قعد مرعت وكان بيها السقف مالتها هاي الغطاء أيام الرياح القوية انشلعت بحيث الرياح تي وقعتها وانشلعت وشلتها ذبعتها هناك لأن مالتها مششققت التشادر فراح إحنا آني بقى شوية لحط أطبخ إحنا ثاني يوم العيد أطبخ غدا وهاء ونتغدى وبعدين العصر نروح للثياتر نلتقي ويعني فد عائلتين ونقعد بالثياتر وهناك نتعشى وهذه هم يجيبونا الأكل ومكانك ويعني ثياتر كلش راقي وحلو وإحنا وقاعدين يجيبونا الأكل الصواني ونتفرج مثلا موفي حلو دار ريد نختار موفي حلو لح يختارونه ونروح للمغرب تقريبا وهس تدرون شوية بالصيف أول ما يبدو الصيف الجو هو حلو لطيف بس الظهرية صار حارة بس احنا هنا ما يهمنا يعني الحر لأن وين من روح تبريد بالسيارة تبريد بالبيد تبريد نروح للثياتر تبريد نروح للسوبر ماركت تبريد فيعني كلش حلو أنا أقولكم باي باي مع السلامة وإن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وسلامة باي